فقرة دي منورنا لاعب مميز جدا فيه رياضة الجو جيتسو البرازيلي حقق مؤخرا الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمحترفين حيث هنفتح معا الملف ده ونعرف حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه الرياضة لنعتقد أن مش كلنا عارفين عنها أو عارفين تفاصيلها كل الكلام ده هنتكلم فيه مع ضفنا اللي منورنا محمد شمس بطل العالم في الجو جيتسو البرازيلي ومجناش ويده فاضر حيث مغرر الترويزة الميدالية منور الدنيا نورنا بجد يا محمد وماشاء الله يعني طبعا كل ميدالية من دول فيها قصة وتحدي وصعوبة وكل حاجة وأنا برضو لابسة ميداليات ومعايا ميدالية تفريقيا هنتكلم في كل ده بس قبل أي حاجة بحب دايما نعرف أكتر عن ضفنا كلمني أكتر عنك أنا وكريم وطبعا سيدة المستمعين وفي نفس الوقت يعني أنت بتديت أصلا في إيه وإيه رياضة الجو جيستو اللي احنا مش هفين ننتقه يعني خلينا نعرف أكتر تمام هو البداية كان طفل شائع عنده عشر سنين كل شوية يعمل مشكلة في خلاس بتاعه مثلا أو المدرسين يشتركوا منه هو مشاغب شوية أه أنه هو مشاغب شوية في الفاصل أنا خالي الكابتن هاني وحيد بطل عالم في الجودو خالي جابني أه وكي يعني ده حاجة أه في الوراثية يعني عموما فخالي جابني قال لي بص احنا هنروح مكان المكان ده هتطلع فيه كل طوطق عادي جدا وتضرب اللي انت عايزه براحتك بس الناس هتسقف لك بقى ساعة مش هيجوا يشتكوا الباباك ويشتكوا لي منك قلت له حلو ده أنا أنا مفسوط أنا عايز أخش المكان ده فاخدني بدأت في الرياضة الجودو بدأت أن أنا أبدأ تدريجي فيها بطولة المنطقة وبعد كده الجمهورية وبعد كده وصلت للمستوى الدولي فيها أن أنا بقيت بطل عرب سنة 2018 كنت ساعتها في سنة عامية بقيت بطل عرب في الجودو وبعد كده كنت في المؤسسة العسكرية في اسماعليا المؤسسة العسكرية دي هي مدرسة منها بدرس ومنها أن أنا بطمرن في نفس الوقت مدرسة العسكرية؟ بدأني فيها يعني طول أسبوع وبعسكر ومعسكراتي كلها تبعي المؤسسة العسكرية دي دراستي وتمريني كلها فيها بعد ما خلصت للمدرسة العسكرية وخلاص تمام بدأت أن أنا أتطرق بقى أن أنا أشوف الجوجيتسو البرازيلي بأشوف لها بطلق كتير جدا في الإمراض وكنت متابع ده يعني وكابتني برضو اللي حط يعتبر رجلي في الرياضة الجوجيتسو دي هو كابتن أحمد فهد طبع أنت إيه لخليك عصلا تعمل الشفت ده وانت قاطع شود زي الفلو وانت في سنوية عامة بطل عارب في الجودو طيب أن أنا قاطع شود كويس في الجودو حبيت أن أنا أطور من نفسي ولما لقيت أن الرياضتين رايبين من بعض بس الجوجيتسو مدياني قطع أكتر أن أنا خان مش مأيداني في التحكيم بتاعها أو القانون أو كده حسيت أن أنا أبقى حاجة في اللعبة دي من قبل مبدأها يعني أن أنا شفت أن القانون بتاعها هيساعدني أن أنا أطور من نفسي في حاجات كتير جدا وكان إيه اللي كان محجمك من القانون في الجودو أن أنا مثلا التوطية أنك ما تمسكش البنطلون الكلام ده كله لما أنا دخلت الجوجيتسو بدأت الحاجات دي كلها بالنسبة لي إيه أنا أفيلو بالنسبة لي أن أنا أخش أن أنا أعملها فده خلاني أن أنا اكتسبت قوة مثلا لو أنا في الجودو مثلا 70 أو 100 لا أنا بقيت في الجوجيتسو مثلا 200 بالحاجات اللي هم مش محظورات بالنسبة للجوجيتسو عن الجودو حلو ده جدا يعني تاريخ طويل بجد يعني وبعد كده بقى بدأت أن أنا برضو أتطرق من الجوجيتسو أن أنا ألعب صامبو الصامبو دي هي مصرعة روسية بتقررها الجيش الروسي ده حاجة يعني استعراضي أكتر صح؟ صامبو كل دي ألعب قطالية كل ده ألعب قطالية نزلية تمام الصامبو والجوجيتسو والجودو كل ده مشتق أصلا من الجوجيتسو الجوجيتسو دي الأمور الجوجيتسو برازيلي ده مشتق من الجوجيتسو العادي لا 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 أنا أتمرأ يعني أنا أحبت أن أخش في حيطة الجوجيتسو دي لأن أنا كان عندي شغف أن أخش لها ما كنت بشوف البطولات بتاعتها في الأماراتو كده قالك كاستعراض لا مش استعراض خالص لا مش استعراض استعراض ده بطيبة تحت ده لعبة جنوبة خير برضو على الراكرة عايزين برضو فرصة وأنت معانا يعني حتى عرفنا احنا شخصيا تفاصيل الرياضة دي دي صامبو بيتش اللي أنا بلعبها دي صامبو بيتش البطولة دي كانت في الكاميرون متقسمة لحاكتين في صامبو إن أنا صامبو عادية سبورتيف الفئة بتاعتي دي بتبقى على بصوات عادي وفي صامبو بيتش بتتعامل بعدها بثلاث أيام تمام؟ أو بيومين في نفس البطولة وفي نفس المكان اللي نحن فيه ولازم كده يبقى فيه الورا بعد بيبقى فيه أوزان معينة بنظامها الكوتش في السكور يقولك أو أنت لعبة عادي سبورتيف ممكن لعبك شطائية أو بيتش اشتركوا في القناة